نتكلم على الحوار الوطني من منطلق منقشات القضية الفلسطينية منقشات القضية داخل جلسات الحوار وانعكستها على الرأي العام المصري بطرع أنه المناقشات اللي جوة الحوار الوطني ما بين القوى السياسية على اختلاف وجهات النظر والأراء وما إلى ذلك إلى أي مدى بتصل للرأي العام وإلى أي مدى تؤثر على الرأي العام أظن أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتطورات الحصلة فيها دلوقت أنه يمكن للمرة الأولى منذ فترة طويلة لا يوجد خلاف جوهري بل ربما هناك تقارب كبير جدا ما بين المواقف الحكومية المختلفة وبين الموقف الشعبي العادي مما يحدث الناس قاعدة غالبية المصريين بيتفرجوا بيشوفوا العدوان على الهواء مباشرة في مرات كتيرة جدا وفي نفس الوقت شايفين مواقف الحكومة المصرية منذ اليوم الأول وهي مواقف واضحة في إدانة هذا العدوان الوحشي غير المسبوق ومواقف مصرية تم ترجمتها مش بس مجرد مواقف لفظية أو بيانية ومواقف وهي حاجات مهمة في كل الأحوال وتصدي في المحافل الدولية لهذا العدوان وفتحه وتجريسه لكن أنت حصل فيه حاجات على الأرض أنت أولا الدولة التي تدخل أكبر قدر من المساعدات والمساعدات دي بالمناسبة فيه ناس كتير مش واخد بالها أنها مش مجرد مساعدات إنسانية هي طبعا مساعدات إنسانية مش بس إنسانية فقط أنت ما بتدخل مساعدات هي تثبيت للشعب الفلسطيني طبعا خلينا نبوا واخدين بأنه الهدف الأساسي لإسرائيلي من هذا العدوان ومجمل السياسات هو إنهاء القضية الفلسطينية وتصفياتها أنك أنت تكره الفلسطينيين في الحياة أنك تحسسهم أو تديهم شعور حقيقي أن هذا المكان غير قابل للحياة وده اللي بيعمله نتنياهو مجلس حربه ويتفق عليه غالبية المجتمع الإسرائيلي بالمناسبة فبالتالي ما تفعله مصر ومعها بعض الدول الأخرى أنك أنت بتدخل المساعدات بتحاول قدم أنك أنت بتفشل هذا المخطب أي مساعدات بتدخل هي تثبيت للفلسطينيين في أرضهم وتأخير لي أو إلغاء أو إجهار لي محاولات الإسرائيلية فبالتالي ده دين مواقف يعني وحاجات كثيرة من كنا نقشها بالتفصيل في هذا الموقف التداخل مع جنوب أفريقيا في القضية عدم التنسيق عدم قبول العدوان عدم قبول بقاء الإسرائيل في غزة عدم قبول احتلال معبر رفح أو محور في الأدلفية كل دي مواقف أنت رفضت تعترف بهذه السيطرة وخدت قرارات فورية في هذا الأمر لأن أي قبول بدك معناها أنك أنت تشرعن لهذا الاحتلال النهاردة حتى آخر يعني البيانة الذي صدره أو من مصدر مصري مطلع على الاجتماع الأمني بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الرسالة واضحة فيه أن مصر أكدت موقفها أنها لن تقبل بوجود الاحتلال الإسرائيلي في رفح حتى تدخل المساعدات لأنه هي بتؤكد أنه إدخال المساعدات لابد أن يتم في ظل إدارة غير إدارة الاحتلال إدارة فلسطينية إدارة زي ما كان موجود في 2005 الإدارة الدولية الأوروبية للاتحاد الأوروبي وديهات أخرى وبالتالي دي كلها يعني ما أريد أن أقوله أنه لا يوجد أي تضارب أو تناقض بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي المصري فيما يتعلق بالقضاء وبالتالي مناقشات الحوار الوطني كانت فيه الإمبارح في اللقاء إمبارح وكان يعني اجتماع مرسومي طويل قارب العشر ساعات كأشأن ما يفعله ضياء رشوان دائما لكن أيضا يعني ما خدش وقت كتير فيما يتعلق بدأ طبعا فيه ممكن رؤى مختلفة إيه هي الأدوات اللي أنت ممكن تستعملها للتصدي لهذا العدوان وفتحه وتجريسه وإجهاده وأظن أنه ممكن يبقى فيه جلسات كثيرة في المستقبل في هذا الأمر بين العديد من المختصين أو الخبراء في هذه القضية وغيرها من قضايا الأمن القومي التي بدأ الحوار الوطني يناقشها استشعارا بأنه ده شيء مهم ينبغي يعني على الأقل أنك أنت تحيط الناس علما بالتفاصيل بالتطورات تشرك الرأي العام أكتر في هذه القضية حتى يدرك أولا خطورة التهديدات التي تتعرض لها مصر وبالتبع على وعي لأنه كما تعلم حجم التزييف الإعلامي مش بس بتاع الإي آي يعني لا ده متعلق بي حاجات عادية جدا أنت عندك أطراف الدعاية الإسرائيلية علينا أن نقر أنها ماهرة جدا في التلفيق والكذب يعني من أول رواية أنه المقاومة قطعت رؤوس الأطفال ومشوفناش هذه الرؤوس المقطوعة نهاية بي أن مصر هي المسؤولة عن المشكلة طب يا عمي هنفترض أن مصر هي المسؤولة عن مشكلة عدم دخول المساعدات مصر فقط لديها معبر واحد مع كل قطاع غزة اسمه معبر رفا أنت عندك ست معابر صحيح بين غزة وإسرائيل لماذا لا تفتح هذه المعابر يعني ببساطة الشيء ذا كده وتنهي المثال إذا أنت يعني هذا الكيان البريء الإنساني العظيم الملايكة اللي موجودين ببتاحه طيب المعابر أنت اللي قلتوا أن ده حيوانات بشرية ولا ماء ولا كهرباء ديال أنت في أول يوم يعني صحيح تصريح شهير جدا لا ماء لا غزاء لا كهرباء لا دواء لقات عشر لقات تقريبا ألهم فمرة واحدة الولايات المتحدة عملت ممر بحري بس بعد أسبوع الأمواك جرافتهم يعني دي كلها في حاجات واضحة وضوح الشمس يعني المعارضة ليس على فكرة غالب الذي يفضح غالبية الولايات الإسرائيلية وهي المعارضة الإسرائيلية مصحفة الإسرائيلية فيها بعض بعض مش كل بعض الكتابات الموضوعية ما زالت موجودة خصوصا في مكان زي هارتس وبعض الكتاب بيقولوا اللي بيحصل ده النهاردة فيه مشهد نائف في البرلمان الإيرلندي بعيط عيات حقيقي هو بيقول حرام عليكم معقول نقبل أنه فيه احتلال يحرق أطفال أحيانا وبدأ يصب اللعنات على نتنياه وحكومته وجنرالاته واحد أجنبي إيرلندي بعيط بعيط عيط حقيقي فما يقصده في النهاية أنه يعني إذا كان العالم كله مش كله معظم العالم بدأ يفيق ويستفيق من حقيقة هذا الكيان العنصري الوحشي فبالتالي لا يوجد خلاف بين الحكومة والشعب في مصر على توصيف ما يحدث على التحذير منه على ضرورة مواجهته واجهاته بالوسائل المتاحة أمام الحكومة المصرية والدولة المصرية